موسيقى بسم الاب والابن والروح القدسة لله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركاته من الآن وللأبد امين اقرأ بنعمة المسيح جزء او كل المزمور الاخير المزمور مية وخمسين في طبعة الكتاب المقدس في المزمور مية وخمسين بيقول الليل يا سبح الله في قدسه سبحوه في فلك قوته سبحوه على قواته سبحوه حسب كسرة عظمته سبحوه بصوت السور سبحوه برباب وعود سبحوه بدف ورقص سبحوه بأوطار ومزمار سبحوه بسنوق التصويت سبحوه بسنوق الهتاف كل نسمة فلتسبح الرب الليل ويا نعمة الله الآب تكون مع جمعنا امين اولا بنشكر هذا العرض الجميل طبعا كلكم فاهمين كل حاجة قالت عشان كي كنتم بتسقفه احنا بنشكر الدكتور اشرف صادق وبنشكر هذا الفريق الموسيقي المتميز وهم بيقدمه طبعا زي ما انتم عارفين ان كل مكان في العالم له الموسيقى بتاعته فدي موسيقى غربية لكنها موسيقى دينية وموسيقى كناسية يمكن مختلفة طبعا في طبعتها عن الموسيقى الشرقية والكنسية في كنستنا لكن لها نفس المعاني الجميلة زي ما شرحها الدكتور اشرف ودول اللي موجودين كان فيهم عباط في الفريق وفيهم من الكنيسة الغربية الفرنسية وده نوع من التشارك الجميل وبيقدمه الاداء الموسيقي الرفيع وبنشكر مايسرو او قائد الفريق كبريانو الصادق على قيادته في الفترة القصيرة دي طبعا الفريق عنده حاجات كتيرة لكن احنا اخترنا عشان الوقت جزء في حدود 30 دقيقة علشان يقدر نشوفه وبيعرضوا في اماكن تانية موجودة في الكنيسة بمناسبة وجودهم ويانا عايز اكلمكم النهاردة في كلمة قصيرة عن الموسيقى الموسيقى والتسبيح الموسيقى هي لغة في كل العالم والله خلق للانسان الحنجرة اللي هي الالة الموسيقية الطبيعية في حياة الانسان كل واحد عندنا عنده آلة طبيعية الحنجرة والحنجرة بأحبال الصوت بتطلع نغمة الصوت بتاعت الانسان ونغمة الصوت دي فيها اختلفات كبيرة جدا بتصل الى ان كل انسان له نغمة صوت صح بيقسموها مجموعات وبيقسموها مقامات وبيقسموها بحسب الموسيقى لتصنيفات كتيرة لكن مفيش واحد صوته زي الثاني مية في المية لدرجة زي ما فيه بصمة الاصبع وبصمة الاصابع دي يختلف فيها كل البشر فيه ايضا بصمة للصوت يعني كلنا لو قلنا كلمة واحدة زي كلمة يو يو بالانجليزي معناها انت لو كل واحد قالها تطلع وتترسم بطريقة مختلفة تماما عند كل انسان فله بصمة الموسيقى علم له قواعد ونظريات واسس علم وله ايضا تفريعات والموسيقى ايضا فن رقيق يعبر عن الشعور والاحاسيس لدرجة ان الطفل هو في بطن امه بيسمع موسيقى نبضات القلب وأحد الوسائل اللي بيتعرف عليها ان هي دي امه بين كل السيدات معرفته بنبضات القلب وفي تجربة كده عملوها جميلة خلوا شوية اطفال يلعبوا في مكان منور وبعدين خلوا فيه قوة جنب المكان ده يقدر يستخبوا فيها فقوضة منهم فيها صوت نبضات القلب ومرة واحدة قطعوا النور فالاطفال خاف فكلهم لجأوا للقوضة اللي فيها نبضات القلب اللي بتفكرهم بوجودهم لما كانوا اجنة في بطون امهاتهم فالانسان بيتعرف على الموسيقى من صغره بل وهو جنين فالموسيقى فن يعبر عن الشعور والاحاسيس عند الانسان اذا كان الانسان يعبر عن فكره بالكلام فهو يعبر عن عواطفه بالفنون واحد وسائل الفنون هي الموسيقى ودي من اكتر الوسائل عند الانسان عبر تاريخه كله زي ما اشرح لكم بعد شوية الموسيقى ليست علم وفن فقط ولكنها ايضا لغة لغة بتتكتب وبتتقرأ وبتتسمع ولها حروف واللغة ده هي الزي ما انتم كنت شايفين الفريق ماسك النوتا وياه كل واحد عضو في الفريق وعمال يقرأ النوتا بحسب ما يرشده المايسترو او قائد الفريق ازاي بدأ الانسان يلتفت للموسيقى في بداية نشأة الانسان ابتدى يستمع الى صوت الرياح والشجر والحيوانات بأصواتها المتعددة بقت قدامه حاجة عجيبة وابتدى ياخد الاسوات ده هي تقلدها يقلدها بحنجرة يعني تلاقي في مثلا واحد يعمل صوت العصفورة او صوت الخروف او صوت الحيوانات بصفة عامة وابتدت من هنا معرفة للانسان بانواع من الموسيقى في الطبيعة وابتدى يقلدها بالآلة الموسيقية الطبيعية اللي هي الحنجرة اول نوع من الموسيقى اعرفه الانسان هو السفارة يصفر معظمنا يعرف يصفر ببقه يصفر سفارة صغيرة او كبيرة او تئيلة او شديدة او عالية او ضعيفة كيف ما تكون بعد السفارة ابتدى الانسان يعرف موسيقى التسئيف يسقف والتسئيف ده له اصوات كتيرة زي ما بنشوفها في فرق الكشاف عندهم تسئيفات كده متعددة ومتنوعة الشكل التالت من الموسيقى لما ابتدى يخبط او ينقر بايده على اي سطح زي مثلا ترابيزة فيبتدي يعمل موسيقى مجرد انه يخبط بايده كده في النقرات والنقرات ده هي تبقى فيها شكل منتظم تعمل شكل من الموسيقى زي ما واحد يقعد يطبل على التابلة كمان في نوع من الموسيقى ابتدى يعرفه الانسان وانا بحكي لكم التطور لما ابتدى يقف يخبط برجليه على الارض زي خطوة كده فرق عسكرية ماشية وهي ماشية بتخبط على الارض برجليها بتدب ويديهم بتتحرك فبتطلع في الاخر شكل من اشكال الموسيقى بعد هذه التطورات وصل الانسان انه بدأ يغني ولقى الاغاني بصفة عامة لقى الاغنية تعبر عن مشاعره وعن احاسيسه ومن هنا نشأت تلت انواع من الموسيقى اول نوع موسيقى الحزن واهم صفة في الموسيقى الحزن انها بطيئة رتمها بطيئ ومش الحزن يعني حاجة وحشة الحزن يعني بتعبر عن مشاعر في داخل الانسان انها مشاعر هادئة للغاية ابتدى الانسان يميل لبعض هذه الموسيقات الموسيقات البطيئة علشان تعبر عن مشاعره وتديله فرصة للتأمل جه النوع الثاني اللي هي موسيقى المرح وهي موسيقى سريعة رتمها سريع والرتم السريع ده زي ما بنشوف في ازماننا كل الحاجات اللي هي سريعة بسرعة النوع الثالث اللي هي موسيقى الإصارة ومقصود بالإصارة يعني الموسيقى الحماسية زي الانشيد الوطنية مثلا زي الاغاني الوطنية اللي هي بتعد الإنسان لمثلا كانت زمان تعد الإنسان انه هيدخل حرب فيسموها موسيقى الإصارة فحسب سرعة الموسيقى اتصنفت وطبعا ده انا مش بكلم بطريقة تفصيلية مجرد خطوط عريضة كده انه من موسيقى البطيئة الى السريعة الى الموسيقى الإصارة وكل موسيقى من دول بتعبر عن طبيعة من مشاعر الإنسان في حياته اليومية يترك كتاب المقدس فيه موسيقى اقولك طبعا فيه موسيقى ده فيه سفر كامل اسمه سفر المزامير متسمى على آلة موسيقية وفيه سفر كامل بنسميه اغنية الأغاني بس لما الترجم في الكتاب سميناه نشيد الأناشيد وكلمة نشيد الأناشيد يعني أفضل نشيد عمله سليمان الحكيم لأنه عمل أو ألف أو وضع ألف وخمسة نشيد ده أفضله أول الموسيقيين في الكتاب المقدس هو يبال ويسميه الكتاب في سفر التكوين أب لكل ضارب بالعود والقيسارة يعني ده أول واحد ده من ناس لقيين واللوية توبال وتوبال كان حداد تعرفين الحداد اللي بيشتغل بالحديد والنحاس فده ابتدى يعمل ما يشبه ألات الحديد والنحاس زي ألات النفخ الكبيرة اللي بنشوفها أو نسمحها طب برضو الموسيقى لم تقتصر على الرجال توجد إنسانة موسيقية بالدرجة الأولى في الكتاب المقدس ونتذكرها في كل يوم اللي هي مريم النبية أخت هارون وأخت موسى وأخذت مريم النبية الدف بيديها وابتدت تقول ترنيمة طويلة خالص من عظمة هذه الترنيمة تأخذها الكنيسة وتصلي بيها كل يوم فيما نسميه نحن الهوس الأول أو التسبحة الأولى فكأن مريم النبية لما قالت ترنيمة العبور والانتصار وده نشيد يصلح في كل زمان وممكن أن نسميه نشيد الخلاص لما مريم النبية ابتدت ترنم رنمت وهي مسكة آلة موسيقية ومش بس كده ده رنمت وهي مسكة آلة موسيقية وتقود وراءها زي فريق كبير بيرنم وراها ونفس ما ذكر في سفر الخروج إصحاح 15 هو ده اللي احنا بنصليه كل يوم في التسبحة في الهوس الأول طيب كمان من الموسيقيين المشهورين في الكتاب المقدس داود النبي ونسميه الاسم الجميل مرنم إسرائيل الحلو ده اسم في الكتاب اللقب بتاعه زي ما بتعمله كده لفريق موسيقى نسميه باسم الكتاب بيسمي داود النبي مرنم إسرائيل الحلو ده في سفر سمويل التاني 23 واحد ونسمع عن غير دول طبعا زي أساف وفرقته وأسماء أخرى كانوا موسيقيين في الكتاب المقدس طب كانوا بيمسكوا إيه أدوات أدوات الموسيقى أشهر آلة كانوا يستخدموها آلة الدف اللي احنا بنستخدمها دلوقتي وآلة الدف ده هي المعدن اللي بتعطي الصوت الجميل بتمثل الشفتين للإنسان يعني طول ما انت شايف الدف وهو بيرنم وبيطلع إيقاعات لأن احنا بنسميها دي آلات الإيقاع بيطلع نغم هو بيمثل أو بنقلد الشفتين عند الإنسان انت وبتتكلم أو بتغني بترنم شفتيك بيعملوا مجموعة من الحركات بتعبر عن الكلمات اللي بتقول فدي آلة قديمة جداً وما زالت الكنيسة تحتفز بيها وتنتج الموسيقى الكنسي زي بالضبط آلة المسلس المسلس بعداً وله العود اللي بيتضرب به وحتى وانت بتستخدم آلة المسلس هي تعبير عقيدي عن إيماننا بالسالوس الواحد أو زي ما بنقول في بعض التسبيح في سوم الرسل سالوس في واحد وواحد في سالوس الآب والابن والروح القدس فالتعبير ده حتى الآلة الموسيقية تعبر عن الإيمان بطريقة بسيطة لكل إنسان كوسيلة تعليمية من الآلات اللي كانت تستخدم أيضاً في العبادات الموسيقية القديمة العود كلنا عارفين العود كآلة شرقية والقيصارة وطبعاً أشهر من كده المزمار والناي اللي تم على أساسهم مزامير داود باعتباره كالراعي وكان بيستخدم هذه الآلات ولذلك سميه سفر المزامير لما تقرى ويايا في المزمور مية سبعة واربعين يقول لك كده لإلهنا يلز التسبيح أرجوك تاخد بالك من كده لإلهنا يلز التسبيح يعني وإحنا بنكلم ربنا ممكن نكلمه كلام عنه لكن لأننا بنحب الله ونخاطبه بنجعل الكلمات التي نقولها فيها نغم وهذا نسميه التسبيح أول ترنيمة في الكتاب المقدس ترنيمة مريم النبي اللي هي الهوس الأول وأشهر ترنيمة طويلة زي ما قلت لكم نشيد الأناشيد اللي هو نشيد المحبة السفر كله نشيد واحد وفي العهد الجديد عندنا ترنيمة مشهورة خالص ترنيمة العدرة تسبح نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي ودي ترنيمة شكر وطبعا فيها إحساس وطلب الخلاص أما السفر الذي يمتلئ بالتسبيح وليله نيلز التسبيح فهو سفر الرؤية سفر الأخير وعايزك تتخيل ويايا كده كان الفريق اللي واقف مكون من عشرين تلاتين أربعين شخص تصور الفريق ده بقى تلتمية طب تصور الفريق ده بقى تلات تلاف وافضل تزود كده السماء بهذه الصورة كلها ممتلئة بالتسبيح والجميع يسبح فرحة الوجود في السماء لإلهنا يا لز التسبيح وبالطريقة دهيت كنستنا في تاريخها تمتاز بهذه الموسيقى الكنسية بس كمان الجميل فيها أن بعض الألحان وبعض التسبيح تأخذ الموسيقى فيها من أيام الفراعنة الموسيقى المصرية القديمة يعني على سبيل المثال لحنغ الغسة اللي بنقوله في صلاة الساعة السنية عشر يوم الجمعة الكبيرة لحنغ الغسة كلماته طبعا بتكلم عن يوسف ونقديموس والمسيح الذي مات على عود الصليب لكن الموسيقى اللي في اللح فيها جزء كبير من الموسيقى القديمة الجنائزية ويقال أن بعض هذه الموسيقى هي التي استخدمت في وفاة خوفه هرم الأول بنسميه هرم خوفه والهرم كلمة هرم معناها مقبرة مقبرة فالصلاوات الجنائزية كانت عند المصريين القدماء صلاوات طويلة جدا وفيها موسيقى بطيئة جدا من هذه الموسيقى أخذت بعضها في بعض الألحان القليلة وما زال محتفظ بيها في الكنيسة لكن أشهر كلمة موسيقية بنستخدمها في صلاواتنا وتسبحنا كلمة قللوا يا قللوا يا سبحوا لله والكلمة دي نقولها في أول المزامير أو في آخر المزامير نختم بيها وعندنا مجموعة من المزامير بنسميها مزامير الهليل الهليل هي هللوا يا من مية واثناشر لمية وطمنتاشر والكلمة دي تقريبا كلمة واحدة بنطقها في كل لغات العالم أو معظم لغات العالم قللوا يا وكلمة قللوا يا تعني إنسان الفرح يعني أنت لما بتحضر كنيسة وبتشترك في الصلاوات وفي الألحان وفي النغمات وفي التسبيح وفي الترانيم وتتكرر كلمة قللوا يا حتى تصير أنت كإنسان قللوا يا وكلمة إنسان قللوا يا يعني إنسان الفرح تكون إنسان مفرح يكون وجودك وجود فرح تكون حياتك كلها مليئة بالفرح قلبك مليان بالفرح وهنا يا إخوتي تظهر قيمة التسبيح أنه الوسيلة الأولى لكي ما يمتلئ الإنسان بالفرح وعايزك تعرف كده معلومة جانبية أن إذا امتلكت فرح حقيقي في قلبك امتلكت وقايا كاملة ضد كل الأمراض النفسية أمراض الاكتئاب والألأ والهم كل الأمور ده هي إذا امتلكت في شخصك إنسان الفرح تخرج ويبقى عندك وقاية أو تحصين ضد كل ما هو أتعاب نفسية أو ما يماثل اسمع كده وغسينوس بيقول إيه لنبتهج بالصوت كما بالأيادي أيضا الابتهاج بالصوت علامة فرح كما أن الابتهاج بالأيادي علامة نشاط هقولها تاني لنبتهج بالصوت كما بالأيادي أيضا كانوا زمان بيسقفوا أثناء الترنيم فبيقول الابتهاج بالصوت يعني التسبيح علامة فرح كما أن الابتهاج بالأيادي علامة نشاط ماذا تصنع الموسيقى في الإنسان الموسيقى غذاء للروح تلاقي الواحد كده هو مبسوط يضل يرتل ترنيمة أو يقول مقطع من تسبحة أو لح الموسيقى شفاء للنفس نفس التعبانة لو يسمع موسيقى كده هادئة ممكن تريحه الموسيقى ملهمة للفنان يعني الموسيقى بترقي شعور الإنسان الموسيقى مفككة للأحزان عشان كذا ما أقول لكم كانت التراتيل الجنائزية يصحبها موسيقى عشان تفك الحزن اللي امتلك الإنسان الموسيقى محركة للشعور تخلي الإنسان عنده كده دفع في الشعور تخلي مشاعره حاضرة والموسيقى مهدئة للأعصاب والموسيقى مقوية للعزيمة زي موسيقى الحماسية والموسيقى مبعدة للهزيمة يعني تخلي دايما عند الإنسان إحساس بالنصرة والموسيقى علاج للأمراض في طائفة من الأمراض ممكن تتعالج بالموسيقى الموسيقى أيضا محفزة للحياة السماوية بتشجع الإنسان على الارتقاء في مشاعره والنظر إلى السماء أخر حاجة عايزة أقولها لك استفيد ببعض التدريب في الموسيقى مثلا صلي مزاميرك بنغم ما تكرش كده المزامير على طول ده ممكن تقول مزمور واحد أكتر من عشر مزامير وقوله بنغم وفه ووعي وموسيقى تدريب تاني احفظ بعض الألحان وخليها دايما حضرة في ذهنك وعلموا ولادكم وبناتكم في صغرهم إنهم كيف يلتقطوا من ألحان وتسابيح وترانيم وتراتيل الكنيسة لما يطلع ويكبر عمره ما هيحس بأن الألحان العالمي الأغاني العالمية ذا الطعم ده هو كل ما يتملأ ويتشحن بالألحان والأغاني الروحية كل ما يلاقي نفسه ملوش أي ميل للأغاني اللي موجودة في العالم كمان حاول إنك تدرس معاني الألحان والتسابيح صح بنصلي بالابط عشان فيه ألحان كتيرة مضبوطة على الكلمات الإبطية اللغة الإبطية لكن لما تعرف ترجمتها بالعربي بلا شك هتفيدك وتكون مساعدة ليك كنستنا فيها زخم من الألحان الطويلة والقصيرة والتسابيح المعزية وكلنا إحنا في شعب الكنيسة الإبطية كلنا بنحب ليالك ياك وليالك ياك بتسابيحها كلها بمعانيها بشخصية أمنا العدرة فيها كلنا كشعب بنحبها وبرغم قصة الجو ساعتها والبرد والليل الطويل لكن التسبيح بيدينا نوع من الفرحة أيضا الترانيم وبالذات الترانيم اللي معانيها في الكتاب المقدس ومأخوزة من كلمات الكتاب المقدس أيضا احفظ منها وخليها دايما في ودنك وجوه البيت تعلم لغة السماء وتعلم بالتسبيح والشياقات السماوية وكل ما الإنسان عاش جوه الجو الروحي ده كل ما كان اشتياؤه للسماء اشتياء كبير بنقول سبحه الله في قدسيه وكل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا كل نسمة كل نفس كل إحساس كل نبضة قلب إزاي تعبر عن اشتياؤها للسماء وفرحتها بالسماء الموسيقى يمكن أن ترقي الإحساس وتدفع الإنسان إلى التوبة يعني كل ما الإنسان إحساسه يترقى ويرتفع ويوصل للسماء يشعر في داخله أن الخطيئة ملهاش مكان فيحاول يطرد الخطيئة من خلال التوبة فالموسيقى تساعدك الموسيقى في الألحان في التسابيح في الترانيم تساعدك على أن تطرد الخطيئة من حياتك كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا شارك وتعلم واحفظ وارتبط وافهم ورنم بالموسيقى اللي ممكن تكون صلوات مرفوعة زي ما سمعنا عن أبائنا القديسين في صلواتهم الكتيرة يعطينا مسحنا أن تكون حياتنا برقة الموسيقى ورقة الحنة وتسبحنا نعيش فيها ليل نهار ليلهنا كل مجد وكرامة من الآيام والأبد ترجمة نانسي قنقر